قال الدكتور عباس شمان وكيل الأزهر الشريف إن البعض قد يستغربون تنظيم الأزهر لمهرجان لعرض المواهب الفنية وقد عهدوا الاتيان الأزهر للمشاركة في المؤتمرات العلمية والشرعية ولكنهم للمرة الأولى يأتون لمهرجان فنية وربما يأتي هذا العجب من تصور خاطئ لدى البعض بأن الأزهر يتخذ موقفا معاديا للفن والإبداع وهذا خطأ شديد وضف شمان في كلمته خلال افتتاح مهرجان الأزهر للإبداع والفنون اليوم أن الأزهر يؤمن بأن الفن والإبداع تعبير عن النفس وترويح عنها وتخلص من ضغوط الحياة وأنها يمكن للفن والإبداع أن يتناغم مع الجهود العلمية والصحية والعسكرية وذلك إذا قام الفن على تبني رسالة تلامس مشكلات المجتمع